ولكن البعض من المحللين شايف ان هذا الخروج للنهائي خروج حازر جدا لازم الاهل ياخد باله من بعض الاخطاء المتكررة في الفترة اللي فاتت كمان المنافس لتأهل للنهائي منافس التمتعود عليه ترجي فرقة محترمة ولكنه ظهر بالامس بشكل مختلف تماما عن ما ظهره في كل البطولة لانه غير مدير الفني من حالي سبعين وعشر طيام فالشكل جديد بص يا هاب لازم نعرف ان كل موراه وكل دور لظروفه انبارح ما ينفعش يعني انا اه مش فريق النادي الاهل مش اداء النادي الاهل انا بتفهم عقول الناس بتكلمه ككورة لكن انت بتتكلم الظروف اللي انت تواجدت فيها والضغط اللي انت موجود فيه نوعية الملعب لمساعدش لعيبة كتير جدا وبعد كل ده انت خرقت بتأهل مستحق عشان بس لازم نتكلم الصح انت انبارح واصل الحمد لله لها البطولة جدار او استحقاك لو هنتكلم على ظروف اي مباراة هلو مرجعوا كده بسرعة المباراة اللي هنا تخلص اربعة اربعة ما فيهش اي مشكلة لكن ما خصلتش اربعة خلصة اتنين انت رايح هناك محضر نفسك لكل سنوات هتحصل وانت اللي قلت انا عايز هدف هدف صعب الامور كلها طبيعة تبقى اوضغوط كان فيه بعض الاخطاء كان فيه تمركزات في اللعبة في المنطقة الثامنتاشر اكتر من فرصة عشان نكون بنتكلم فيه لا لا طبعا طبعا كبيرة جدا لفريق فاقص طيف وضيعوها بغرابة جديدة داخل المنطقة على حدود الست اخطاء ممكن تحصل لكن مش لانتكار يعني اقصد لو فيها توفيق للمنافس ما بالضبط هيصعب عليكم الامور طبعا صعبت تماما بص بص ما انا بقولك ايه انت امبارح مش عامل مباراة كويسة فيه اخطاء امبارح لكن فيه اخطاء ممكن تتعالج اخطاء تقول الحمد لله ايه خرجت كده امبارح ما هي سبحانه هي تعويد اربعة هنا كنت امبارح خسرت اتنين واحد طبيعي جدا لو هنتكلم لو كانت فيه اخطاء طبعا كان عندي اهداف هنا محققة جدا كنت ازم اطلب اربعة هنا سفر لكن فيه اخطاء فيه اخطاء معالجة الاخطاء لما يكون انت وصلت للنهاي ايهاب حاجة بالنسبة للمدير الفني مريحة هوصل للنهاي فيه اخطاء حصلت ما تتكررش تاني مع فريق مختلف مع نواية العيه مختلفة مع نواية جمهور مختلف مع نواية ارض مختلفة وده اللي بيفر معي هنا مع فيه ميزة انت بتعرف تلعب في تونس كويس انت عندك الميزة دي سبحان الله من زمان هي ميزة حلوة لكن لازي بقى فيها حذر شوي يعني يعني حولا ويكا موديل الفني اللي برضو ليه التراجي شايف ان مش عايز يلعب نائف رادس عايز يلعب في المنزة ما هو عايز يلعب نائف رادس بان رادس بان رادس وش حلوة ع النادل اهل ده من زمان في الكرة بتمشي كده كبتن يعني والله بتعمل وسيلة ضغط بتحصل وده بقى كارت ضغط عليهم هم وانت بتبقى فيه سن التفاول اللي هو الملعب ده بتعود عليه اه ملعب ده تحس ان هو ملعبك يعني دايما ربنا بكرمك فيه عمرك ما حصل اي حاجة غير كده فعش تبقى رايح حتى لو نتيجة مش عالي او لكن انت عندك فيه سن التصيخة ان الملعب ده لأ وش حلو وده بتحصل في كورتك قادر مهاب على فكرة شاكده مش عايز يلعب هناك